يقول أنا موظف حكومي يمسك خزنة حكومية وبعض الناس أثناء توردهم فلوس في الخزنة مقابل إيصال لا يوجد معهم أحيانا فك فيترك الرجل الجنيه أو الاتنين الزيادة ويقول خلاص مسامح فهل لو أخدتهم يكون حرام لا الأولى اللي يخذها حتى لا تكون فيها شبهة أنه ما فيش فك العلية الكلام ده وحتى يكون الأمر خارفة يجعلها في أي صدقات عامة في أي شيء يجيب بها منادين مية للناس اللي بتيبقى جاي عطشانة أي شيء من المنافع العامة اللي فيه من طبيعة وظيفته ده الأفضل يعني تمام